موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام الطفل الشاب اليام طبعا كلنا عارفين انه اعلن منذ قليل عن تعرضه لحادث مروري وتم نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة بعد تعرضه لوفاة دماغية هنكشف النهاردة معنا في الفيديو تفاصيل كتير جدا ومقطع الفيديو اللي شفناه في الاول ده كان اخر سناب شاتلي وهو راجع من السعودية للكويت وقبل حدوث الحادث مباشرة ونشر مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن وفاة شبل ايام داخل العناية المركزة بس الخبر ده مش صحيح وكمان نفى والده واخوه وقالوا ان هو لسه مزال في العناية المركزة بس هو اكدوا ان هو اتصاب بوفاة دماغية بعد تعرضه للحادث وكمان اكدوا ان هو حالته خطيرة ومصدر مقرب من شبل اليم ان قال ان هو دخل في غيبوبة ومتواجد في العناية المركزة بس ما فيش اي قصور في جسمه بسبب الحادث واكدوا ان حالته مزالت حرجة وطلب والده واخوه من كل متابعي ومحبي شبل اليم او الطفل حسين العجمي الدعاء لي بالشفاء العاجل وانية من الله عليه بالشفاء وكمان احنا بنطالب حضراتكم ان احنا ندعيله ونكسف دعواتنا حتى يتم شفاء ورجوعه لأسرته بالسلامة والطفل شبل اليم هو منشد كويتي صغير العمر ومشهور على مواقع التواصل الاجتماعي واسمه الحقيقي حسين العجمي واشتهر بمقاطع فيديو مرئية من خلال الانشاد وكمان كان بينشر على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهاته وحقق مشاهدة كبيرة جدا ونال اعجاب كل مشاهدي وليه مجموعة كبيرة جدا من محبيه ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد انباء عن دخوله المستشفى بعد تعرضه للحادث وقالوا ان احنا لازم نعمل هاشتاج وفعله هاشتاج الدعاء لشبل اليم او حسين العجمي وطلبوا من كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لي بالشفاء العاجل وكمان بعد طلب والده واخوه الدعاء لي وبالفعل انهالت التعليقات بالدعاء لي بالشفاء العاجل والرجوع لقسرته والرجوع للفيديوهات اللي كان بيعملها واخر اسناب شات عمله كان على حسابه ابهر الجميع وكل كان بيقول انه هو فعلا موهبة وصوت جنيه واحنا بنطلب من حضراتكم تكسيف الدعاء لشبل اليم او حسين العجمي بالشفاء العاجل